اشتركوا في القناة المضرة والمشاكل وطبعا القمر رح ينكث فيها لا تمام ساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة من عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر ما زال موجود في برج السرطان لغاية ساعات المساء بعدين بنتقل لبرج الأسد اليوم في عنا قلوب مسار عنا انتقال الشمس برضو من القوس للجدي يعني في كثير من الأحداث واليوم أول يوم ببداية موسم الشتاء يعني بداية المربع نية أو دخولنا في فصل الشتاء طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته ما زلنا بنشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا من مي اللي عمل أشياء بتريحنا ومن ناحية أخرى بتراودنا بحضر الذكريات ومننا أشخاص ممكن يذرفوا الدموع وهم بيتذكروا بقصص أو ذكريات قديمة بالنسبة لإلهم أهم إشي أنه بالفترة هاي ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بصير في عنا حافز كبير لالتهام الطعام يعني في شراها بالأكل علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا بالفترة هاي بالاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات استعجار بيت ترتيب بيت ديكور بيت شراء بيت يعني كلها بالأمور هاد أو زراعة نبتة أو الاهتمام بديكور معين أو مناسبة عائلية أو الاهتمام والانتباه أكثر لأطفالنا بالنسبة لزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة على جميع الأبراج بالفترة هاي اللي هي أول زاوية زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا اليوم آخر يوم لإلها هاي بتخلينا ننشط في أكثر من مسع في أكثر من اتجاه في نفس الوقت بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل العلمية تعذر حلها مسبقا وبنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا بالنسبة لزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا راح تستمر لغاية يوم 24-12 بتدفع بحضوضنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو ما زالت مستمرة ورح ضل تأثيراتها لغاية يوم 30-12 هاي عند الناجحين في علاقاتهم واللي علاقاتهم ممتازة خصوصا العاطفية بتخلق لهم جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وناحية التفاهم وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبتدعم أكثر وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات الضعيفة بتخلي مزاجهم عدواني وعصابيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أكثر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية بين زحل وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 13-1 هاي بتخلينا شوي نكون مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادة طبعا هاي الفترة كثير مفاجآت فيها إما وهي على الجانب السلبي بتصير حتى على المستوى السياسي فها ممكن تصير في تغييرات أو أزمة مفاجئة مع الحكومات وقوع حوادث إلها علاقة بالحوادث الطبيعية مدمرة زي العواصف والزلازل الطائرات سكك الحديد وبتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرينيج يعني استمرارها تقريبا لساعات العصر بتعزز عنا الخيال الخصب وبيقوى الحدث عنا وعليه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل هي سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون الساعة وحدة وتسع دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيج طبعا تأثيرها من ساعة الصباح لغاية ساعات المساء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي اللحظة أغلب الناس بيتجهوا للتنفيس عن غضبهم أو زعلهم من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 223 دقيقة عصرا طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المساء خلو المساء رح يبدأ الساعة 2243 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لورج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المساء بالنسبة في فترة خلو المساء في آخر تقريبا نصف ساعة بيصير انتقال الشمس للجدي يعني بدي ينتقل من القوس للجدي ودائما دخول الشمس للجدي يعني بداية فصل الشتاء اللي يبل بيكون فصل الخريف الآن دخلنا في فصل الشتاء طبعا دخول هذا رح يستمر بما أنه رح يكون الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج رح يستمر الشمس موجودة في برج الجدي لغاية تقريبا يعني صباح يوم عشرين واحد لا ينتقل بعدها الشمس للدلو بالنسبة للقمر رح يدخل في الأسد ويستقر في الأسد الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء طبعا ما رح نحكي كثير عن توقعات اليوم بالنسبة لبرج الأسد نحكي تلميحات ولكن أنه من ساعات المساء بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه لآخرين لا إلنا ما زالت الأعضاء الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية في هذا اليوم المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق وطبعا الجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر طبعا بالنسبة لليوم هذا لأنه برضو ما زالت مراحل اكتمال القمر موجودة بما أنه تسعين في المية فاليوم برضو ما مننصح كثير في جراء العمليات هي ما فيها مخاطر يعني بس هي نوع من أنواع الوقاية الأجواء تقريبا جيدة ولكن ما مننصح بالعمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرتها قبل قليل يعني ما في لازم لإلها أي أعضاء أخرى عادي جدا العمليات الجراحية أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن فطبعا أنا ما بنصح فيها لأنه في تراجع للزهرة ما بنصح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقص العادي التجميلي والصبغ عادي جدا ممكن أي شخص يعمله ولكن لا يصلح للقص العلاجي طبعا في أشخاص بيسألوا شو الفرق بين قص الشعر التجميلي والصبغ والعلاجي العلاجي للأشخاص اللي بيكون عندهم تساقط بالشعر أو تلف بالشعر أو بدهم يقبوا شعرهم هذا اسمه قص علاجي بقصه عشان يتزايد أو يتكاثف الشعر القص التجميلي اللي هو بقص شعره بس نوع من أنواع التزيين يعني قصه سشوار وصبغة وأشياء مثل هيك بالنسبة لمطعم كورونا مطعم كورونا برضو اليوم مناسب جدا لأنه القمر سعيد ما فيه أي تأثيرات بس إنه إذا فيه أعراض جانبية أخذ حبتين بندول كل ست ساعات بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 24-12 بيبدأ فيه تمام الساعة 6.39 دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة 8.24 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بعدها القمر بنتقل لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد 17 يوم في تمام الساعة 4.31 دقيقة مساءاً بيصبح 18 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس بدأت انتقل للجدي رح تنكث في الجدي لغاية يوم 21 اليوم سعيدة بالنسبة 30% القمر في السرطان وبدأ ينتقل للأسد ورح يمكث في الأسد لغاية يوم 24-12 سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي لغاية يوم 2-1 هو سعيد اليوم بنسبة 45% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 0 المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا لتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الأجواء ما زالت إلها تركيز على البيت بما أنه القمر ما زال في البيت الرابع فعشان هيك اليوم برضو بتنهمكوا بممور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم إشي إنكوا ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاول أنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة والمسؤوليات كبيرة وممكن اليوم بعضكوا يشعر بنوع من الأنواع إما التعب الصحي أو الاهتمام بأمور علاجية ممكن تكون على ارتباط مهم ما بيجوز اليوم أنك تفشل اليوم هذا بحمل مصاريف إما استشفائية أو منزلية في ساعات ما بعد العصر عند المسأ بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات لأن القمر رح يصير في البيت الخامس لا إلك برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات والتنقلات لأن القمر ما زال في البيت الثالث البيت الحليف لإلكم فعشان هيك أهم شيء كل يوم تكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان بتتمتع اليوم بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليونية ودبلوماسية حاول أنك تنتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة بتتم لقاءاتك واجتماعاتك اليوم عندك عمل مهم ومفيد بتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة لغاية ساعات المساء الأجواء ممتازة من ساعات المساء بصير الاهتمام إلو علاقة بالبيت فبتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بعيد لهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا في الرحلات والاتصالات وبتتجرأ في النقاشات أي فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة أو لتقديم الامتحانات أو للمطالبة بحقك على إشان هيك بتقدر اليوم تمارس صلاحياتك من ساعات المساء بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وبتكونوا أكثر تركيز وقدرة على الإقناع أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعياً على الطرقات برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعاً القمر هنا بسلط الضوء على الدعم الخارجي وربما على اهتمامات مالية وقروض وديون ممكن تبدأ صفحة أو قرار جديد خلال هذا اليوم في ساعات المساء بتنهمكوا في أمور العلاقة بضبط الميزانية حاولوا إنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع والسرقة برج الأسد للأسف ما زال التعب بسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي حاولوا إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة أهم شيء إنك اليوم ما تنتظر الجواب لأن الظروف فارغة وبتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعج الأمر عشان ما تخيب آمالك حاذر من تراجع صحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك مع اقتراب ساعات المساء بتبلش وتنتلؤ نشاط من جديد في حيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شيء بيناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة ابتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنك تتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم في هاي الفترة تعتبر فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم أنت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً حاول إنك تلعب دور بناء لغاية ساعات العصر تقريباً من ساعات المساء بدك تدير بالك لأن القمر رح يصير في بيت متاعبك فبتدخل فترة غير مريحة فبتلزمكم الانتباه أكتر لصحتكم حاول إنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحملك هذا اليوم مسألة شخصية ممكن تسبب لك نوع من أنواع القلق أو العبئ يتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء إنك ما تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي حاول إنك تهدئ من روعك يعني في بعض الأمور ممكن تثير التوتر والخلافات طبعا الأمور هاي بتظلها لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوة لحضور مناسبة معينة برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية من ساعات ما بعد العصر لغاية ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية من ساعات المساء وما بعد بصير هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنكوا تتجنبوا الخلافات وحاولوا إنكوا تسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس ابتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشترك ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض أهم إشي إنك تسارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين حاول إنك ما تسمح للخلافات بالتأزم وما تسمح يعني خصوصا مع الأحبة يعني النقاشات مع الأحبة ما تسمح لها إنها تتفاقم ناقش وفاوض وحاول إنك ما تتهرب منه مواجهة الأمر الواقع حاول إنك تعبر عن رأيك بهدوء ولكن حاول إنك برضو ما تستفز أحد في ساعات ما بعد العصر لا ساعات المساء ابتنشطوا في أمور إلا علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة حاولوا إنكوا تكونوا فقط أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو هذا بدل على إنكوا رح تدخلوا فترة مميزة جدا برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما هاي الأزمة ممكن يعني تضطر إنك تبطئ بمسارك في اتجاه بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين وأنا بشوف إنه ما فيه أي مشكلة في هذا الإشي لا توجه انتقاد لأحد وابعد عن العدائي تلجو نهائيا في ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع الزملاء ابتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات وممكن اتحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي معين ابتكثر عندك المسئوليات والتزاماتك على أنواعها بدك تحاول إنك تكون حريص على عملك وحاول إنك تباكر إله يعني وما تتأخر من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم شيء إنك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وبرضو لا تضخم الأمور برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاههم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم اليوم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار وتنمو بعض العلاقات وتزدهر هاي فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم في ساعات ما بعد العصر لساعات المساء بتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برضو بتكوا تنتبهوا لنقطة معينة إلها علاقة بالصحة لأن القمر هنا بيدخل على بيت الصحة والعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء